موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن يعينني على حمل هذه الأمانة ويوفقني لخدمة ديني ثم مليكي ووطني مستمدا العونة ومستلهمة التوفيق من المولى عز وجل ثم ما أحظى به من توجهات سديدة من لدى مقامكم الكريم رعاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخادم ميجرن بن عبد العزيز كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير ميجرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله فيما يلنصها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسعدني ويشرفني بمناسبة صدور أمر سيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود حفظه الله القاضي باختياري وليا لولي العهد أن أرفع لسموكم الكريم حفظكم الله بالغ شكري وتقديري على هذه الثقة الغالية متمنيا أن أكون عند حسن ظن سيد خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم حفظكم الله وأن يوفقني لخدمة ديني ثم مليكي ووطني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخادم مقرن بن عبدالعزيز صدر اليوم بيان من الديوان الملكي فيما يلي نصه بيان من الديوان الملكي بناء على الأمر الملكي الكريم رقم ألف تقسيم 86 وتاريخ 26-5-1435 للهجرة القاضي باختياري صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله بأن يتلقى سموه البيعة في قصر الحكم بالرياض يومي الأحد والاثنين التاسع والعشرين والثلاثين من شهر جماد الأولى 1435 للهجرة بعد صلاة الظهر بمشيعة الله تعالى هذا وقد تقلد سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود العديد من المناصب في مختلف المجالات العسكرية والإدارية المحلية والسياسية يعد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود لابن الخامس والثلاثين من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وقد ولد الأمير مقرن في مدينة الرياض عام 1945 ونشأ في كنف والده محبا للعلم والشجاعة والفروسية وأشارك سموه في خدمة البلاد في مختلف المجالات العسكرية والإدارية والسياسية والاقتصادية فقد عمل في بداية حياته العملية طيارا مقاتلا ضمن القوات الجوية الملكية السعودية وتولى إمارة منطقتين حائل والمدينة المنورة ليشارك في عمليات التنمية في المنطقتين قرابة عشرين عاما ليجري بعد ذلك اختياره لاحقا رئيسا للاستخبارات العامة ثم مستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين فنائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وهذا المنصب يضعه ليكون الرجل الثالث في الدولة بعد الملك وولي العهد وقد تلقى تعليمه في معهد العاصمة النموذجي بالرياض والتحق بالقوات الجوية السعودية عام 1964 ودرس في بريطانيا ليتخرج منها في عام 1968 برتبة ملازم طيار وتدرج الأمير ميقرين بن عبدالعزيز في القوات الجوية الملكية السعودية حتى جرى تعيينه في عام 1977 مساعدا لمدير العمليات الجوية ورئيسا لقسم الخطط والعمليات في القوات الجوية وفي الثامن عشر من مارس من عام 1980 أصدر الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير ميقرين بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة حائل وذلك حتى الرابع والعشرين من نوفمبر من عام 1999 ليعينه الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة المدينة المنورة خلفا لأخيه الراحل الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز وظل حتى الثاني والعشرين من أكتوبر من عام 2005 ليصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بتعيينه رئيسا للاستقبارات العامة حتى التاسع عشر من يوليو من عام 2012 وفي الأول من فبراير من عام 2013 أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى استمراره مستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين وترأى سلامير ميقرين بن عبدالعزيز بعد اختياره نائبا ثانيا عدة جلسات لمجلس الوزراء وقد رأى مناسبات كبرى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده هذا وقد نوه عدد من كبار المسؤولين بما يتمتع به سمو الأمير ميقرين بن عبدالعزيز من كفاية ودراية في أمور الدولة إضافة إلى ما لدى سموه من سعات الطلاع على مختلف المجالات والسياسات الخارجية جراء لقاء سموه بكبار الساسة في الخارج والمشاركات على الصعيد الدولي إضافة إلى طلاع سموه على مختلف المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية وقد تمنى الجميع لسمو الأمير ميقرين بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين العون والتوفيق والسداد وأن يديم على بلادنا قيادة الرشيدة وما تنعم به من أمن وأمان وتطور ونمو في شتى المجالات هذا وقد رفع أصحاب السموه الملكي الأمراء التانية لسموه الأمير ميقرين بن عبدالعزيز بصدور الأمر الملكي الكريم باختياره وليا لولي العهد نائب ثانيا لرئيس مجلس الوزراء حيث قال صاحب السموه الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بمساعد أمير منطقة الحدود الشمالية إن صاحب السموه الملكي الأمير ميقرين بن عبدالعزيز وهو يحظى بهذه الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين والسموه لعهده أيدهم الله أهل لها لما يتمتع به السموه من حكمة ورؤى ثاقبة وأكد السموه أمير الحدود الشمالية أن هذا الاختيار الحكيم يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن كما رفع صاحب السموه الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة إجهزان التانية لصاحب السموه الملكي الأمير ميقرين بن عبدالعزيز السعود وقال السموه إن الأمر الملكي الكريم يأتي تجسيدا للرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين والسمو لعهد الأمين حفظهم الله في قيادة بلادنا المباركة بحكمة وبعد نظر واستشراف للمستقبل بما يحقق الأمن والاستقرار لأرض الحرمين الشريفين ومواطنيها بإذن الله تعالى ووصف السموه شخص الأمير ميقرين بن عبدالعزيز بأنه رجل الدولة الحصيف والمتمكن والسياسي البارع فضلا عن خبراته الإدارية والقيادية التي تؤهله بإذن الله تعالى لأداء المهام الموكلة إليه كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أخلص التهاني وأصدق التبركات لصاحب السمو الملكي الأمير ميقرين بن عبدالعزيز السعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره وليا لولي العهد وقال السموه بهذه المناسبة يسرني بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعين سموكم وليا لولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء أن أتقدم لسموكم الكريم باسم واسم جميع أبنائكم رجال الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين بأخلص التهاني وأصدق التبركات على هذه الثقة الغالية مجددين العهد بالولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد الأمين ولسموكم الكريم يحفظكم الله داعين الله عز وجل أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يسدد على طريق الخيري خطاكم ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير باسمه واسمه هذه المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز السعود وليا لولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وقال السمو بهذه المناسبة بلا شك أن القيادة الرشيدة لاتخاذها هذه الخطوة جسدت الحكمة وبعد النظر الذي هو ديدن هذه القيادة وخادم الحرمين الشريفين في هذا الاختيار يؤكد أن هذه البلاد تحظى برجالها الذين وضعوا أمنها واستقرارها نصب عينهم وبهذه المناسبة أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتابع السمو وهنبارك هذه الثقة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز السعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز أن صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز السعود ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء اختيار موفق يأتي في وقت تحتاجه المملكة لتعزيز وزيادة اللحمة الوطنية ومضي القيادة في سفينة الأمان بإذن الله مبيناً أن هذا القرار الحكيم جاء ليقطع الطريق على المتربصين بهذه اللحمة الوطنية وليؤكد أن بيتنا واحد وشعبنا هم السند بعد الله لاستقرار هذا البلد وأمنه وأضاف السمو أن سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز شخصية قيادية أسهم بفكره وعطائه لخدمة وطنه منذ نعومة أظفاره بعد بنائه على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله